يعني شفنا كتير من الصحافة الأوروبية بتتكلم عن إنه لو الأهل يلاعب بنفس الأداء يوم السبت حيفوز برغم إنه إحنا بننقض الأداء على إمبارح شكل المباريات مختلف؟ أداء المباريات بتاع كل فريق المفروض يبقى فيه مختلف؟ كل مباراة لها ظروفها مختلفة؟ بس كل مباراة لها ظروفها وكل مباراة لها تاريخ اللابة بتاعتها فلمانجو يمكن مباراة تبقى قويتة البدنية عالية شوية أعتقد إن كلها راي غير في تاريخ اللاب أعتقد إن كولر هيبدأ بحمدي وديانجا والسلاف وسط الملعب لأن التلاتة لازم يكون موجودين قدام فلمانجو فلمانجو فرأة بذنياً أعتقد إن كولر تقدر على أساسه تقول هو هيعمل كذا؟ أوه يعني لا أولا هو دائماً بيغير في الشكل الهجومي يعني هو دائماً ممكن يغير في التلاتة لقدام بس أعتقد حسيني يحفظ على مركزه كما وجود بالشكل الأساسي أعتقد عبدالقادر هيكون موجود بالشكل الأساسي أعتقد ممكن التغييرها تكون مكان شريف هيكون القهربة هو اللي يبدأ أساسي بشكل كبير جداً فلمانجو محتاج إنك تضغط عليه بشكل كبير أول زي ما ضغطها على ريال مدريد ولازم تعمل المبادرة في بداية المباراة بحيث أنك تخلص اللقاء ده اللي عمله الهلال الهلال في بعض أوقات المباراة كان بيترك الكورة الفلمانجو ولكن كانت وقت الهجمة المرتدة كان بيتطيروا على المرمى الخاص بفلمانجو كان الباك رايت والباك ليفت كانوا بيصلوا بشكل كبير جداً أعتقد من أبرز سلبيات فلمانجو طبعاً إنك تقدر تضرابي خط الدفاع بتاعه بشكل كبير جداً وبشكل سريع أعتقد كمان مباراة تبقى صعبة يعني مباراة مباراة مستهلة مباراة المنافسة فيها على البرونزية ده يكون إنجاز كبير جداً لأنه ده اللي يحقاول المرة التالتة على التوالي والمرة الرابعة في تاريخه ويعني ده مرضو إنجاز مميز مش إنجاز وحش إنك ترجعي كتالة عالم وإنك أنت بتزبطي التصنيف بتاعك بشكل كبير جداً ده اللي يبقى دايماً محافظة على سمعته ومحافظة على التواجده في المحافلة الدولية أنا بشوف إنه لازم اللي يختمها البطولة الحالية بفوض على فلمانجو بحيث إنك تكون فوضة على أوكلاند والسياتر وعلى فلمانجو على كل أندينة اللعبة بتاعه مع ده ريال مدريد فده خسارة الناس مش هتلوه مكانتي بص على العالم كله كله مش بيلوم النادل أعلى على الأخصارة مريال مدريد فرق كبيرة جداً بتخسر مريال مدريد تطلع ببطل دوري أبطال أوروبا التاريخي بطل كرن في أوروبا لعيبة كلها مميزة حتى الشباب اللي نزلوا في نهاية المباراة كلهم مميزين وكلهم من أفضل اللعيبة ومن أفضل المواهب اللي موجودة في الكرة العالمية الفترة الجاية في إسبانيا فظن القسارة ما يتلمش على النادل أعلى يمكن بطول الكسارة من دي مختلفة تماماً على كل النسخ اللي بشوفها لفترة اللي فاتت بشوف النادل أعلى النسخة الحالية أقوى بشكل كبير جداً من النسختين بدعو بيتسو موسيباني لأ النسخة دي أقوى والأعلى فارد سيطرته فوز على أكلان دي ثلاثة ثم فوز على السياتل انت اللي أفضل توارد تسعين ديها في ريال مدريد نجتغد أصلاً مبادرة قدام ريال مدريد في بعض أجزاء من المباراة مش أي حد يقدر ياخد مبادرة قدام فريق بحجم ريال مدريد الأهلي مع الفرق يعني انت كلمت في أنهم ما بيكونوش موافقين النتيجة مع بلميروس ما كانش موافقة كورنتيانس ما كانش موافقة انترنسونال ما كانش موافقة مع فلامينجو إحنا متخيلين أنه ممكن يتعلم ولا هو حيبقى داخل بروح أنا خلاص بقى ما هي المشكلة في إبقى أنه في كل مباراة اللي حضرتك ذكرتها لألي كان أفضل يعني انترنسونالي 2006 الأهلي كان الأفضل في كل شيء 2000 حتى 2012 كورنتيانس الأهلي كان الأفضل في كل شيء حتى بالمراس الأهلي كان أفضل في كل شيء يمكن دايما الحظ بيخلي الفرقة بتاعت برازيل تسجل هدف متخلص المباراة بشكل كبير جدا من بدايته أو بتنهيها من نشوط الأولاني ولكن أنا بشوف الفرقة الفترة دي الأهلي مختلف الأهلي يقدر أنه يسجل في فريق فلمينجو للأهلي عنده قدرة عند بعض اللاعبين اللي هتخلص المباراة أنا بظن أن المباراة زي دي ممكن تكون مباراة يتقلق فيها حسين الشيحات بشكل كبير جدا مباراة ممكن يتقلق فيها أليو ديانج بشكل كبير جدا وبرضو قال لي بلك الكودرات الخاصة لفريق فلمينجو مش زي الكودرات الخاصة لفريق فلمينجو مش زي الكودرات الخاصة لفريق ريال مادريد هتهدد مرماكي أكيد ولكن مش هيتم تهديد مرماكي زي ما بيتم تهديد مرموكي من لوكا مودريتش وفالفيردي وتكلمي على العبزة فينيسيوس والعبزة لودريجو لا امكاناتهم يفردها بشكل كبير جدا التمرينات القصيرة كمان عند ريال مادريت دي تضرب اي خط تفع ولكن فلمينجو ما بيعتمدش على القصة دي انت هتلاقي مباراة فيها ضرب كتير جدا وتدقلات عنيفة بشكل كبير جدا هتلاقي فيها بعض الكورات التولية من فلمينجو فلو الاهل قدر يلعب الطريقة بتاعة وطريقة البساطة الكتير وطريقة خروج الكورة بالشكل الامسل ما بقاش فيه توطر لا 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 يدريك سبب كله سهولة ان شاء الله ولكن لازم التركيز ولازم يبقى فيه زمام للمباراة بالبداية مع تأمين خط الدفاع بتاقي ما بقاش فيه مساحات بشكل كبير جدا عشان فلمينجو ما قدرش ان هو يستجل لها لما نقول ان احنا عشان نقول ان المباراة بتاعة يوم السابتة حيبقى شكلها مختلف لازم نقول كده تحديدا مين عمل ايه في مباراة مباراة عشان نقدر نقول ان النسخة جاية افضل لو قلنا ان كولر كان عنده ايه معرفش يستغله من اللاعبين مين من اللاعبين ما استغلوش مين من اللاعبين ممكن يستخدموه بعد كده مين من اللاعبين لازم يجنبو علشان ما ندخلش في سكورز زي اللي حصل كان لها لازم يستغل الغيابات بتاعة المدريب بالضغط عن طريق حمد فاتح يكون موجود في وسط الملعب واعتقد كان لازم كربا يكون دوره في اللقاء بشكل اكبر من كده ما ينزلش في الاخر اظن اللاعب اللي ممكن يتجنبها في مباراة فلامينجو محمد شريف وقفشة لازم ان هما يمكن يكونوا موجودين على ديكة المدراء اعتقد الاثنين اللي موجودين على ديكة المدراء يمكن النادي الاهلي هيبقوا هم حلول افضل من ان هما يبدأوا اساسين ان الضغط عليما يكون عالي جدا لكن اشوف ان لو الاهلي بدأ بمباراة فلامينجو بلعيب زي حمد فتح في وسط الملعب مكان محمد مجدي افشة وتلعب بالتلاتة في وسط الملعب زي ما بدأت قدام اوكلاند وسياتل وافشة يكون هو الحل البديل اللي ينزل للم الكورة ويباصل ببساطة سريعة بس بعد طبعا مفريف فلامينجو يقع بدنين شوية من ديكة خمسين او من ديكة ستين لا تقدر يساعتها افشة يكون مختلف شريف كمان يقدر اللي هو لو نزل في ديكة ستين ولا حاجة يقدر يترجم كورة الهدف ولكن من بداية المباراة الضغطي كله هيكون على لعبة نادلالي اعتقد ان لازم يبقى نادلالي بيلعب بثلاتة في وسط الملعب عشان يتجنب اي اخطاء من العملها في مباراة الان المدريد طيب لو جينا قيلنا بقى لاعب لاعب في مباراة امباراة تقول نبتدي بقى بمين وتقول مين اخفق بشدة ومين كان مفاجأة بالنسبة لك وانت تخيلت يعني لو من عشرة لاشيناه طبعا اكيد ياخد مثلا تسعة من عشرة كنت بالوم وعلى حاجة واحدة بس ان هو كان في بعض الوقات بيبطئ الكورة بشكل جبيل جدا انا مش فاهم الفكرة بسرعة الحادة دلوقتي لشيناه ما كانش بيلعب الكورة بسرعة بشكل سريع لانه دلالي كان في بعض الوقات البراء اللي هو بشكل سريع كان يقدر يجيب هدف انا متفاهمه ان هو شايف انه لا ما يفتحش الكورة بسرعة وما يتردش علينا بحجم المرتدى ولكن في بعض الوقات بيبطئ الكورة انت محتاج انك انت تبادر بكورة لكن طبعا تصدى راكل الجزاء مهمة جدا من مدرد وقدر انتغير من اللقاء فاشوف ان هاني عشرة من عشرة طريق التعامل مع بنيسوس فاشوف ان هاني لعب مباراة كبيرة جدا علي معلول اعتقد عشرة من عشرة برضو لعب مباراة كبيرة جدا في خط الظهرة ويه كمان هجوميا كان بشكل كويس عبد المرعم عشرين من عشرة مش بس عشرة من عشرة لعب مميز اوي 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 متولي حتى رغم انه هو غلط في اكتر من كورة لكن ممكن ياخد سبعة من عشرة متولي يقدر انه هو الفترة جاي يبني على المباراة زيدي لعب خبرات ولعب كويس وبيدر كمان هو اللي كان لا ياخد سبعة انه هو عبد المرعم بيادر لعبه كورة حلوة اوي يعني مش مدافعين بس اللي هم بتعتش تيد كورة لا بيادر لعبه كورة بشكل كويس اوي ديانج اعتقد ما كانش في كامل تركيز مبرح فممكن سبعة برضو ممكن التركيز ما كانش اقوى كان هو نازل فقط للوكا مودريتش فكان برضو متوتر بشكل كبير اعتقد حمدي في الشواء اللي لعبه مياخد عشرة من عشرة اعتقد برضو عمر السرية تسعة من عشرة اعتقد لعيب زي طبعا يعني يعني بتكلمي برضو على افشة اعتقد افشة ستة من عشرة افشة مبرح كان اكتر من كورة يقدر يخرجها بشكل سريع جدا برضو كان بتخرج ببطء كبير جدا للمهاجمين اعتقد كان برضو في اكتر من كورة يقدر ان هو يمرر بشكل سريع لكن كان يمرر بشكل غلط فكان بتترد علينا بحكم المرتدة من المكورة حسين الشحات كان بيوصلوا عشان يسدد في المرمى رجح عمل اتحكم المرتدة علينا اعتقد دي افشة ممكن ستة اعتقد لعيب زي حسين الشحات برضو عشرة من عشرة لها بماتش كبير جدا قدام ريال مدريد اعتقد عبدالقادر برضو انا شايف المركة حتى مدياله تسة من عشرة فانا بديره برضو اكيد تسة من عشرة لها بماتش كبير جدا انه مهاريا كان عنده المبادرة انه يرقص وانه يلم وانه يباشر على الجول على طول اعتقد شريف برضو ستة او خمسة من عشرة شريف كان له اكتر من فرصة كان يقدر يقفل وش رجله اكتر من مرة وانت مهاجم وتقدر تسجل اهداف ولكن كان دايما التفكير سابق شوية وكان متسرع بشكل اكبر انه عايز يسجل هدف في ريال مدريد فانا بشوف الانشريف يمكن كان من اسوأ كده لعيبة اللي موجودين في الملعب ولكن دا يقول لك ان لازم لعيبة تبني على دا انت كنت ترعب قدام فريق كبير لازم دايما ترعب السهل لما ترعب قدام ريال مدريد وقدام الفريق لازاي دي لازم تباصي الكرة السهلة لازم ترعب الكرة اللي هي المضمونة من الاخر ما تغلطش نفسك يعني ما تخليش نفسك متوطر انا كنت باشوف مبارح المباراة والاستوديو التحليلي حتى اتكلم فيها شاري محمد كان مدافع تاريخ النادي القالي قال لا المدافع لما تجيله كرة لازم فورا خلاص ما تفكرش يعني انت ما تبصش انك تقدر تلم حلو انك يكون عندك الموهبة ولكن ما توقفش كنا تحت رجلك قدام بنيسيوس ما نتمعش في مهارات الفردية ما ينفعش المدافع دايما تفكيره الاول ان هو يطلع الكرة بعد بقى الكرة ويفرجلك في بعض المواقف خلاص انت محتاج مهارة مفيش مشكلة استخدم مهارتك ولكن في نفس التوقيت لو انت ضغط عليك واحد زي فينسيوس وضغط عليك رودريج وقفلين عليك في كل زوايا الملعب لا اطفش على طول وقلص الملعب وخرج الكرة من المنطقة الخطرة بالنسبة لك بحيث انك تقدر حتى يعني تحفظ على نظافة شباك طيب احنا برضو هنواجه مشكلة 161 مليون يورو ولا مليون دولار قدام نفس 30 مليون مش هتفرق في الملعب اوي لا مش هتفرق في الملعب اوي اعتقد ان هو بس عشان الكيمة تسوقية للاندال برازل هي عالية شوية وبيجيبوا لعيبة محترفين عليين شوية اعتقد برضو فيه اتنين خلي بالك معالين الكيمة وهو طبعا ديفيد لويس وارتور فيدال وانا مشوف ان الاثنين يعني يا خلاص في اواخر مشوارهم يعني فلامينجو فريق كويس فريق كبير جدا لا بد طبعا من التركيز معه بشكل كبير اوي ولكن اظن ان كل ارى يقدر يتعامل مع فريق زي فلامينجو بشكل كويس اوي فلامينجو في مبارات الهلال الهلال كان افضل في كل شيء وانت لا تقل شيء عن الهلال انت الموسم الماضي هدرت يتفوز على الهلال 4-0 في مبارات الثانية والرابع اظن الالي لازم لازم يكون مفكر انه ده لازم تتويق بالمدالية ويرجع ولقال يرجع وقتها با 4.5 مليون يورو الى 5 مليون يورو فده رقم كبير جدا